موسيقى ألام بكم مشاهدين لحلقاتنا لهذا اليوم وجولتنا في السوق نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعونا فيها موسيقى الحكومة السودانية تبدأ مناقشة موازنة 2020 وتوجهات لتقليص دعم الوقود موسيقى السعودية والكويت توقعان اتفاق الاستئناف انتاج النفط الخام من المنطقة المحايدة ألامكم مشاهدين في التفاصيل بدأ مجلس الوزارة السودانية اليوم برئاسة عبدالله حمدوك في مناقشة موازنة عام 2020 على أن يتم اعتمادها الخميس حسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة وأكدت وزارة المالية أن إجمالية موازنة العام المقبل تقدر بـ 287 مليار جنيه في الإرادات العامة بعجز نسبة 2.8% مقارنة مع 3.7% عام 2019 وكذلك بمعدل نمو مستهدف بـ 3.1% كما استهدفت تضخما بنسبة 28.7% هذا يتضمن مشروع الموازنة رفعا تدريجيا لدعم الوقود كما كون مجلس الوزراء لجنة مصغرة لدراسة خيارات الرفع التدريجي للدعم للتفاصيل أوف ينضم إلينا من الخرطومة الخبير والاقتصادية دكتور محمد الناير مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشة الغد كيف رصدت أبرز ملامح الموازنة الجديدة موازنة 2020 في ضوء الأرقام التي استمعت إليها من المؤكد موازنة 2020 حتى الآن لم تعتمد بصورة رسمية من قبل ميسي الوزراء وربما تعتمد الخميس القادم حسب مصرح وزير الصغافة والإعلام ولكن كل الأرقام التي رشحت حاليا هي تؤكد أن هذه الموازنة بها قفزة كبيرة جدا حيث ارتفع الإرادات الخاصة بالموازنة من 162 مليار جنيه في عام 2011 إلى 611 مليار بزيارة 72% وهذه القفزة قفزة كبيرة جدا وقفزة يجب أن تكون محسوبة كذلك الإنفاق العام قفز من حوالي 216 إلى حوالي 626 ده الإنفاق الجاري مليار فيها زيادة كبيرة جدا تعتمد على المجتمع الدولي بنسبة 53% وهذه مخاطر كبيرة جدا كونه يتم الاعتماد على المجتمع الدولي اعتماد الدولي صحيح إن جاءت منح أو قروض أو غيرها يرحب بها ولكن لا يمكن أن تعتمد موازنة الدولة على المجتمع الدولي بنسبة 53% فهذه من المخاطر أبرز الأشياء هو الحديث عن رفع الدعم عن البنزين والجازولين وتحريص سعر الصرف دي كلها إجراءات يصعب أن يتحمل الإخصار السوداني يصعب أن يتحمل المواقع السوداني ولكن هنا دعني أسأل دكتور هناك ارتفاع جديد جدا في أسعار السلع والخدمات تشير التقديرات الطوقات إلى أن مشروع الموازنة في العام المقبل والذي ما زال منظورا أمام الحكومة وبكل تأكيد هي لم تقر بعد كما تفضلتم ولكن كيف تتصور تدعيات هذه الخطوة رفع الدعم عن الوقود أو المحروقات أو الطاقة بشكل عام وإعادة توجيه الدعم نقدي للفئات الأشد احتياجا وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 100% هل يخفف عن أعباء الاقتصاد أم يضيف أعباء جديدة؟ أنا أفتكر سيتم إضافة أعباء جديدة على المواطن السوداني الذي يعاني من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة دعنا في البدء نحدد الدعم الدعم يفترض أن يتم رفع الدعم في ظل اقتصاد مستقر إذا كان اقتصاد السوداني مستقر يمكن رفع الدعم ولا يتولى الدعم من جديد في المستقبل ولكن كلما تراجع قيمة الجنة السوداني أو العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية كلما تولت دعما جديدا ولذلك لا يمكن أن نجرب المجرب التي جربته النظام السابق والحكومة السابقة حوالي أربع أو خمسة مرات بعد نفس الجنوب السودان لذلك أقول أن زيادة الرواتب بنسبة 100% أو الدعم النقدي لو 300 جنيه كما حدد الوزير المالية هذا المبلغ على المستوى الكلي مبلغ كبير على الموازنة وعلى مستوى الفرد لا يعادل حجم الأسر السالب الذي سيقع على المواطن نتيجة هذه الإجراءات المعلنة ولا أعتقد أن ميسر وزراء يمكن أن يمرر كل هذه الحزمة من الإجراءات طيب تجذر الإشارة إلى أن بصورة عامة وقد يكون رفع متدرج أو رفع تدريج كما جاء في بيان الحكومة على لسان النطق باسمها ولكن التحديات أمام الموازنة موزرة 2019 دكتور فيما يتعلق بعجز الموازنة تدهور أسعار صرف الجنيه السوداني كيف ترى فرص تجاوز هذه التحديات أو هذين التحديين بالتحديد في موازنة 2020 مؤكد تجاوز هذه التحديات يأتي بالإنتاج والإنتاجية والتحديد التركيز على الإنتاجية لتخفيض تكلفة الإنتاج للمنطقات السودانية وبالتالي تحفيز مصادر النقد الأجنبي والاستفادة من قدرات وسروات السودان خاصة انقطاع التعدين والزهب والاستفادة من التفاقية التي وقعت أمس مع جنوب السودان لاستمرار تصدير نفتة الجنوب عبر البايبلاين أو خطوط الأنابي الممتدة في الأراضي السودانية لمناء بشاير حتى العام 2022 دي كلها عوامل يمكن أن تعالج هذا الأمر داخليا وتؤدي لاستقرار سعر الصرف أنا في اعتقادي الدولة يجب أن تنظر أولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في سعر الصرف والمتمثل في خضم عدرة رخم بعد ذلك في 2021 يتم النظر لقالية الدعم وكيف الآلية التي يمكن أن تتبع دون أن تؤثر على الشراحة الضعيفة أو محدودية الدخل أشكرك جزيلا شكرا الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد شكرا جزيلا لك وقعت المملكة العربية الصعودية والكويت مذكرة تفاهم الاستناء في انتاج النفط الخام من الحقول المشتركة في المنطقة المحيدة ويأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقف انتاج الخام من حقول المنطقة والتي يبلغ انتاجها نحو 500 ألف برميل يوميا بما يمثل نحو نصف بالمئة من إمدادات النفط العالمية ويقع في المنطقة المحيدة بين الصعودية والكويت حقلاء الخفجي والوفرة ويتقاسم كلا البلدين انتاجهما ومن المتوقع أن يتم استئناف الانتاج في الحقلين تدريجيا للمتابعين ضموا لنا هاتفيا من الكويت خابير النفط كامل الحرمي مرحبا بك مانا سيد كامل عبر شاشة الغد محددات هذا الاتفاق الكويتي السعودي وأهميته فضلا بكل تأكيد الأهمية تقبل أن هناك اتفاق إزالة خلافات بمعنى إزالة خلافات إمدادات النفطية تتكبأ حالما تنتهي فترة الصيامة والتجهيزات والمعدات للتصديق الخارجي هذا طبعا هذا يكون يمثل التقارب الأخوي الأشقاء طبعا يكون في خلاف بين الأشقاء بين الأخوان كل أسرع الواحدة لكن الآن تجاوزنا هذه المرحلة وبدأنا إيجابيا بإيجابية وأن الكويت لها مطلق السيادة على الزور ومنطقة الزور وعلى المنطقة البحرية فهذا يعني يعطينا نوع من الاستقرار بالإطمئنان من أن نزيد أو تكاثف أو تكاثف طيب متى من المتوقع أن يستأنف الإنتاج فعليا من الحقول في المنطقة المشتركة سيد كامل هو من توقع أنه بعد ستة أشهر لأننا نحن بحاجة إلى صيانة إعادة المنشآت إعادة الموظفين تدريب الموظفين البحث مرخاني على التعاقد والبحث عن الزبائن فهذا راح يأخذ ستة أشهر وتكون يعني كامل وجاهز المعدات ومستعدين للإنتاج وتفصيل الخارجي هذا راح يأخذ وقت لكن الأهم أننا قد لا نفعل يعني هذا لن يؤثر في نفس الوقت على أسعار النفط ولا على الإمدادات النفطية طالما كلنا من الكويت والسعودية ملتزمتان بحفظ وستخد الإنتاج طيب كيف نفهم أنه بإضافة 500 ألف برميل ما يشكل نحو نصف بالمئة من كامل الإمدادات العالمية وحينما تدخل للإنتاج كيف نفهم أن ذلك لن يؤثر على الصوت النفطية في حين أنه طالما هناك اتفاق في إطار أوبك و أوبك بلاص على خفض الإنتاج كل تأكيد كل تأكيد شوف هذا لن يؤثر لأننا نحن ملتزمون بقرار أوبك بخفض والالتزام بحفظ الإنتاج ماذا ما سيحدث إن أردنا أننا مثلاً مثلاً ننتج من حقول المنطقة المحايدة من الخفجي من الوفرة ونسد أو نوقف الإنتاج من حقول أخرى ويكون الإنتاج ما زال عند نفس المستوى يعني لن الأسواق النفطية لن تتأثر الأسعار لن تتأثر طالماً من أنه الكويت وسعودية ملتزمين بحصة وسقف الإنتاج حتى نهاية شهر ستاة أشكرك جزيلاً شكراً كامل الحرمي الخبير النفطي شكراً جزيلاً لك وبالتأكيد لكل حادث حديث أشكرك جزيلاً اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن السياسة المعتمدة تهدف للارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة كما تهدف سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير أو لتبني عفواً وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية وتعزيز التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة تعتمد سياسة الجديدة على دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية وتقليص الفجوة بين الجنسين داخل القوى العاملة جولتنا في السوق لا تزال متواصلة معكم مقنة الغد في القاهرة وتتابعون فيها بعض الفاصل الاتحاد الأوروبي يحدد ثلاثة أهداف لاتفاق مع بريطانيا بعد الانفصال ألا بكم من جديد أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيان الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل أضف المسؤول الأوروبي أن أي اتفاق للتبادل تجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية كان رئيس الوزراء البريطاني بوريش جونسون صرح مؤخرا أن أي اتفاق تجاري طموح سيبرم دون ارتباط بقواعد الاتحاد الأوروبي بل بناء على قوانين المملكة المتحدة للمتابعين ضمولين من لندن الخبير الاتصادي أنور القاسم مرحبا بك معنا سيد أنور عبر شاشة الغد كيف تتصور محددات التوصل الاتفاق وإتمام الخروج البريطاني في الموعد المحدد في 31 من يناير المقبل في ضوء ما أشر إليه مفاوض الاتحاد الأوروبي من أهداف وهي بكل تأكيد تتعارض أو ربما تلتقي في نقطة خلاف مع ما يره جونسون يعني لا جديد حقيقة في هذه التصريحات بل هي ربما تأتي لتأكيد المؤكد الذي شغل العلاقة بين الجانبين منذ 2016 حينما قرر البريطانيون الخروج من أوروبا وما رافق ذلك من خلافات كبيرة جدا على اتفاق الخروج الآن الأهداف ثلاثة هي الهدف كما نعلم السياسي ويعني التعاون المستقبلي مع المؤسسات الدولية الأمم المتحدة مع المنظمات الدولية وأيضا العلاقات الأوروبية الخارجية هذه أنا أعتقد لن يكون فيها الكثير من الخلافات بين الجانبين هناك الجانب الآخر هو الأمني وهو العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول التعاون الأمني في الكثير من القضايا هذه أيضا كما يقول الأوروبيون لن تكون كما هي الآن باعتبار أن العلاقات الثنائية ليست كما كانت في السابق أي منظمة واحدة هناك الآن جسمان سياسيان مختلفان وبالتالي سيكون هناك بعض الصعوبات في هذه المرحلة الجانب الأمني خاصة أن العالم يشهد كما نعلم خلافات خاصة اختراقات أمنية كبيرة في مجال الإنترنت وغيرها هذه تحتاج إلى جهود كبيرة الجانب الأهم أنا في اعتقادي كما تفضلت أنت هو الجانب الاقتصادي للتوصل إلى اتفاق اقتصادي يشمل جميع النواحي أحيانا يأخذ سنوات نحن نتحدث عن أربع ثلاث إلى أربع سنوات وأحيانا خمس سنوات هكذا اعتادت أوروبا في اتفاقاتها التجارية الآن البريطانيون حددوا فقط 11 شهرا يبدو أن الجانب الأوروبي من خلال التصريح هذا اليوم يؤكد على أننا قد نصل إلى اتفاق جزئي يعني يشمل بعض النقاط وهذا الاتفاق يجب أن يكون عادلا ومنصفا وأيضا متبادلا بمعنى آخر الأوروبيون يخشون حقيقة بشكل كبير أن بريطانيا ستتوجه باتفاق خاص جدا أو ستستعيد بالعلاقات الاقتصادية الأوروبية باتفاق مع أمريكا كما وعدها الرئيس ترامب نعم سيد أنور لكن في نقطة الاتفاق طبقا لوجهة نظر من بروكسل أم لندن كيف تفهم ما قاله برني بأن التفاهم على علاقة بريطانيا بالاتحاد ما بعد البريكزيت لن يكون كما يريد جونسون أو إذا كان فإن ذلك سيشكل تحديا واضح تماما نعم يعني هذا تصريح ضمني بأن الأوروبيين سيسعون إلى الاستجابة للمطالب البريطانية بمسالة الخروج وهي الـ 11 شهرا والغير قابلة للتمديد كما يريد البريطانيون ورئيس الوزراء جونسون هذا الأوروبيون يريدون أن يلقوا الكرة مسبقا أننا سنبدل جهدا لكن هكذا اتفاقيات يجب أن تكون منصفة عادلة تحترم التجارة الحرة أيضا تحترم خصوصية البلدين والضراء بين الجانبين هل هذا سيحصل؟ أنا أشك في ذلك بشكل كبير هناك علاقات بطبيعة الحال كبيرة جدا علاقات البنوك بين الجانبين بريطانيا مركز مالي مهم جدا لأوروبا هل سيبقى مركزا ماليا؟ هل الأوروبيون سيسحبون مثلا بعض المراكز إلى عواصم أوروبية مثل هولندا مثلا أو بلجيكا بروكسل أو باريس أو ألمانيا هذه نقاط أساسية أيضا حرية البضائع مدى الضرائب التي ستكون إذن لا تزالي الخلافات هي المسيطرة على الموقف سيد أنور هل تعتقد أن ذلك ربما سيؤثر على المدى الزمني للخروج؟ هل يمكن تأجيل الخروج لما بعد 31 من يناير المقبل؟ على الإطلاق الخروج سيتم واضح تماما كل الإجراءات التي اتخذت هنا في بريطانيا سيكون هناك في السابع من الشهر المقبل اجتماع تصويت نهائي لمجلس العموم بعده ستنتقل إلى مجلس اللوردات ومن ثم لمصادقة الملكة على أن يكون الخروج بنهاية الشهر المقبل هذا الخروج بطبيعة الحال اتفاق الخروج لكن بريطانيا لن تخرج ستبقى تستفيد من المميزات الأوروبية إلى مدة 11 شهر المقبلة شكرا جزيلا شكرا الخبير الاقتصادي أنور القاسم على كل هذه الإضاحات كنت معنا عبر شاشة الغد من لندن شكرا لك بدأت تأثار قانون قيصر الأمريكي تظهر على الاقتصاد السوري حتى قبل أن تصدر قائمة العقوبات التي تضمنها القانون ومنذ أن وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الجمعة الماضية خسرت العملة والسورية مقابل الدولار 100 ليرة وبدأت الأحديث عن إحجام شركات وحتى دول عن التعامل في التعامل مع الحكومة السورية ما يرى مراقبون أنه يهدد عملية إعادة الإعمار تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى الواجهة من جديد بعد إقرار مجلس النواب في الولايات المتحدة الموافقة على قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين كما أسموه بما يقضيه من حصار اقتصادي يطال عديد القطاعات السورية القانون يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع الدولة السورية يعني هذا يذكرك تماما بمبدأ السوبرمن الأمريكي الذي يحاول أن يفرض سيطرته على كل دول العالم ويحدد إيران وروسيا وكل الشركات المتعاملة مع سوريا وخاصة في المجالات الأساسية كالكهرباء والطاقم والأغزاء والأدوية وووو وإلى آخره الكونغرس نعم وافق بالنسبة لنا لا يعني لنا شيء تأثيرات المصادقة الأخيرة على قانون قيصر لها كما للقانون نفسه تأثير على الوضع الاقتصادي السوري خصوصا أن التلويحة الأمريكية بفرض هذا القانون سابقا تسبب بتزايدا كبيرا في أسعار السلع الأولية في سوريا وكل الاحتياجات الضرورية للمواطن السوري وفرض على دمشق تدارك مخاطر التطبيق بخطة إصلاحية تدعيات هذا القانون قانون سيزار قديمة تجاوزناها الآن المزاج العالمي في العالم يتحسن كما ترى في الأسواق كل السلع موجودة نعم لدينا ارتفاع أسعار بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب وبالتالي أقول كل العقوبات المفروضة على سوريا هي نوع من الإرهاب الاقتصادي وهي تؤثر بشكل مباشر على كبار السن على المرضى على الأطفال أما على المسيرة الاقتصادية فنحن قد تجاوزناها من خلال التعاون مع الأصدقاء والحلفاء متابعو الشأن الاقتصادي السوري يرون العقوبات الأمريكية الاقتصادية على سوريا موجهة نحو أي تعاون اقتصادي يسهم في إعادة إعمار البلاد ما يبقي خيار تأثيره من عدمه في أيدي الدول المعنية بهذا التعاون وعلى رأسها الصين وروسيا يبقي ترامب الباب مواربا بإبقاء قرار تنفيذ قانون قيصر في يده ما يراه مراقبون محاولة ضغط أمريكي للتحصل على تنازلات سياسية أو اقتصادية بعيدة عن دمشق حمد طوالب الغد دمشق قالت شركة هواوي أنها تعمل بشكل مكثف مع عدد من المطورين في الهند لتطوير تطبيقات بديلة للخدمات التي تقدمها جوجل بسبب الممارسات التقدية للولايات المتحدة ضدها أشار رئيس التنفيذي لده هواوي وهونر في الهند شارلز بينغ إلى أن معظم التطبيقات الرئيسية ستكون جاهزة بحلول نهاية الشهر الحالي إذا تبحث هونر في الوقت الراهن مع مطوري أفضل 150 تطبيقا في الهند من أجل حصول عليها في متجر هواوي البديل لنظيره جوجل بلي إذن هنا تنتج جولتنا في السوق لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز ما تابعتم الحكومة السودانية تبدأ مناقشة موازنة 2020 وتوجهات لتقليص دعم الوقود السعودية والكويت توقع عن اتفاقها لاستينافة إنتاج النفط الخام من المنطقة المحايدة شكرا جزيلا لكم مشاهدين على طيب المتابعة دمتم دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة